موسيقى صباح الخير اليوم احنا معكم عم نجمع الخضرة اللي زرعناها بالصيف الخضار الصيفية اللي هلأ صار كتير متأخر انه نزرعها يعني ممكن تجاوزا ممكن البندورة تزبط لانه لسه معنا رح يجي حم بس بشكل عام الافضل انه نزرع بشهر اربعة صراحة اليوم معي اللي هي البندورة الكرزية بندورة مفضلة عند بعضنا لذيذة كتير هلأ البندورة من اللي بتغلبكم شوي من الخضار اللي بتغلبكم عشان هيك دايما دايما بننصح وكانوا زي يعني زمان اهلينا يعفروا بالكبريت فاحسن شي للبندورة التعثير بالكبريت لانه مرات بتنصاب بنجيها اللي مش واصلة للشمس ممكن يعني يصير فيها زي ضربة وتكون مش كتير شكلها مناسب هلأ مش رح نحكي عن البندورة كتير أنواع الخيار فيه البلدي اللي هو كلنا منقدر نزرعوا عنا ببيوتنا بقواوير بالأرض وفيه الخيار اللي بيجي مهجن مرتب بطريقة للإنتاج للي عنده بيت بلاستيك اللي هو معلق يعني لازم أربطه بخيطان وبرضو حتشوفوه عشان هيك بس هاي الملاحظة بحب تعرفوها خليكم معنا لتشوفوا كتير أنواع خضرة أكيد رح تنبسطوا عليها شكرا شكرا لقطنا معكم شوية أنواع يمكن فيه أشياء كمان ما تلقطت أو ما شفتوها لأنه بسم الله كتير فيه أنواع يعني بنا نذكركم من الملوخية الخضار الورقية زي الجرجير الفجل مش ورقية بس زي الفجل البقدونس الكزبرة كله هذا منقدر نزرعه هلا الحلو بهدول الأصناف جرجير وبقدونس وكزبرة ممكن ينزرعوا طول السنة بيكونوا أبطأ بالشتاء لكن ممكن طبعا نزرعهم بالشتاء بيكونوا أسرع طبعا بالصيف فيه الملوخية هاي الأنواع اللي هي بدنا نزرعها هلا إحنا قبل شوي حكنا لكم أنه في عندنا خيار متسلق وخيار بلدي هذا هو الخيار المتسلق اللي بنزرع بالبيوت البلاستيكية اللي لازم يتربط لاحظوا هلا أنا إذا بدأ أجيب هاي الحبة كمان يعني هو بيكون أنه الحبة أنظف صراحة أرتب البلدي صحيح شكله مش كتير منتظم لكن طعمه كتير زاكي وهذا طعمه زاكي هذا اللي بيستخدموا المنتجين بالإنتاج للسوق يعني كتير زاكي هلا هذا اللي ممكن شوي ببيوتنا صعب نزرع ولأنه بده جو معين احنا هلا ببيت زجاجي مبرد وبالشتاء ندفع فاحنا بالشتاء منستعمله للتعقيل وبالصيف منستعمله لزرعات زي الخيار وممكن نزرع بندورة لكن احنا هون شوي مهتمين بالخيار هلا بالنسبة للإصابات وبالنسبة للتسميد بعرف كلكم بتسألوا عن هذا الموضوع هلا في عنا الإصابات عادي ممكن يصير عناكب ممكن يصير أي إصابات حشرية خاصة البندورة زي ما قلت لكم ممكن كتير تنصاب وحساسة عشان هيك مو غلط أرش لكن احنا ما بدنا نعتمد الرش كأساس بزراعتنا لأنه بالأخير احنا عمناكل هذا الإشي فعشان هيك بدنا نرش لما تبلش الإصابة ما بدنا نتعدى مرحلة إنه تصير الإصابة كتير كبيرة وصفي في عنا صعوبة في علاجها عشان هيك بنرش هلا أكتر شي ممكن يغلبنا والسنة بصراحة غلبنا كتير المن مع إنه المن سهل ومش كتير بأثر لكن شوي غلبنا لأنه الجو كان مناسب لإله تفاوض درجات الحرارة بالربيع خلته ينعنش أكتر ويشد هلا الإشي الثاني السماد السماد موضوعه سهل ما بدنا نشاعبكم كتير في الموضوع السماد العشرينات اللي منستعمله للحديقة ممكن منستعمله برضو للخضروات إذا حابين الخضروات تكون طالعة طبيعي في البعض هيك بحب ما بيرش ولا بيسمد ممكن نعفر بس بالكبريت منيح ممكن يفيدنا الخضروات الصيفية والخضروات بشكل عام كتير حلو إني أزرعها في بيتي كتير شعور حلو كتير بتعطيني منظر وعلى فكرة ممكن نستفيد من شكل الخضار وبالذات الهيربس أو النباتات العطرية باللانسكيب بحديقتي إنها تكون أجمل بمدخل بيتي وإن شاء الله هذا الموضوع لازم نحكي عنه أكتر بالتفصيل بالمرحل الجاي دائماً بتمنى لكم حدائق سليمة 100% وأيام سعيدة بحب دائماً أستقبل استفساراتكم على صفحتي إنجينير أمل القيمري المهندسة أمل القيمري ويسعد صباحكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر